شركات ضخمة يعني شركات ضخمة زي سابك فرضاً موجودة على لينكدين فهذه الجهات هل وجودها أهمية كبيرة في كل مواقع تواصل الاجتماعي زي أرامكو فرضاً مو لازم كل مواقع تواصل الاجتماعي بس لازم يكون عندك تواجد لأنه هذا جزء من البراند براندين كيف تبني قيمة للبراند حقك فتلاقي ممكن يكون بشكل مباشر عن طريق حساب الشركة أو بشكل عن طريق مبادرات الشركة نفسها فتلاقي شركات بدون ذكر اسمها شركات كوربرت كبيرة ضخمة ما تدعمل مع أفراد بيع بيترو كيميكال أو غيرها لازم يكون عندها تواجد يعني خاصة بالذات هذه الشركات الضروري مو بالضروري يكون عندهم من إستجرام مثلاً لكن على لينكدين موجودين على مهركات البحث موجودين على هذا الجزء من 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 البراند شيء آخر أعطيك مثلاً 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 محركات الكبيرة من 2011 2012 كان مهملين كثير الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث هم شركة بيع سيارات طبعاً جاء شخص عمل منتدى منتدى في 2011 جاء كان مركز على السيارات حقهم فكنت يجي تبحث عن اسم أي سيارة تابعة للبراند هذا هو أكبر براند في قطاع السيارات كان يطلع المنتدى فالناس كانت تدخل تسأل الناس اللي في المنتدى وتبينوا معهم علاقة وتثق فيهم في تقييمهم لسيارات بعدين انتبه أن الناس اللي تبغى تيجي تشتريوا شيء من فيل عرفتهم من المنتدى الفراني صار ينافسهم أنا لم يكن لدي سيارة فكرة أو شيء فتورطوا فصار أن هذه تأثيرها سلبي على سمعتنا كشركة لأنه لما يجي يبحث في جوجل مرح يلاقينا في البداية جزء من استراتيجية التسويق الرقمي فرحوا يشتروا المنتدى المنظفين اللي هناك جابوهم وشغلوهم عندهم حقيقة فتأثيرها ممكن لا يلاحظوا على المدى الصغر القريب لكن على المدى البعيد لا يستأثر على سمعة البراند فأنت تبحث عن منتج لشركة X في السعودية ويتعرف مصدر المنتج ده وتلاقي ستمية شركة لاهرة قبلها في أمراكات البحث وانت ما لديك أي تواجد رقمي حيأثر عليك سربة يعتبر إشكال